مرحبا بكم مشاهدينا في تقرير جديد من Equity Global Markets معكم رائد الخضر نتحدث في هذا التقرير أولا عن انطلاق اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيستمر ليومين اليوم ويوم غد طبعا ننتظر يوم غد بيان السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة ومن المتوقع بشكل كبير أن لا يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع وأنما التركيز بشكل أكبر سيكون على نوايا الفيدرالي الأمريكي بشأن الميزانية الضخمة التي يمتلكها كيف سيقوم بتقليص هذه الميزانية التي تحتوي على سندات خزينة وأيضا على سندات العقارية التي كان قد اشتراها خلال فترة التيسير الكمي طبعا في صعيد آخر الدولار الأمريكي لا يزال عند أدنى مستوياته في 13 شهرا بنتيجة أولا الأمال بشأن رفع أسعار فائدة إضافة خلال هذا العام حيث بدأت تتراجع بعض الشيء متأثرة بتراجع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة الإبقاء على السياسة التيسيرية قد تكون لفترة ممتدة بعض الشيء وننتظر يوم غد كحكم بما يتعلق بنوايا الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة مرة جديدة خلال هذا العام أو بالتحديد في الشهر الأخير من العام الجاري كذلك أيضا دونالد ترامب الذي فشل في تمرير برنامج بديل الرعاية الصحية بدلا عن أوباما كير سوف يؤثر بشكل كبير أيضا أو يؤثر حاليا على أداء الدولار الأمريكي الذي يستقر كما ذكرنا عند أدنى مستوياته في 13 شهرا بينما على الصعيد الجديد هو اليورو الذي يحقق مزيد من الارتفاعات يقفز إلى أعلى مستوياته في 23 شهرا طبعا مدعوم بعدة جبهات رئيسية لعل أحدث هذه الجبهات هي الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي تسدرت عن ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تشير الأرقام الايف او إجمالا إلى بيانات أفضل من المتوقع بشكل كبير يدعم أداء اليورو دولار أمريكي كما نراه حاليا عند مستويات واضحة أنها تتجه نحو مستوياتنا المستهدفة عند الـ 1.18 وصولا إلى الـ 1.20 بالتالي يجب الانتباه إلى مزيد من الارتفاعات في اليورو في الوقت الحالي على صعيد آخر وهو الجنيل السرليني الجنيل السرليني يستفيد من ضعف الدولار الأمريكي ولكن لا يزال هذا الأخير أو الباوند تحديدا من المتوقع أن يكون تحت ضغط تقلبات كبيرة بنتيجة أي مستجدات فيما يتعلق بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يزال ذو تأثير كبير على أداء الباوند وبالتالي نرى هذا التقلب الحاد في أداء الجنيل السرليني أمام الدولار الأمريكي أخيرا الذهب لا يزال مستقر ومتماسك فوق 1250 دولار الأونسة ويستمد مزيد من القوة بالاتجاه الصاعد فمع افتتاحات الأسواق الأمريكية اليوم نلاحظ أنه يستعيد بريقه مجددا مع ضعف الدولار الأمريكي وأيضا التخوفات بشأن أسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد نتحدث عن جوجل التي أشارت إلى بعض تراجع واضح في إيراداتها الأخيرة وذلك بسبب الغرامة المالية الكبيرة التي تكبدتها عملاق الأنترنيت إجمالا جوجل هذه هي كل النقاط التي أردنا الإشارة إليها في فيديو اليوم أشكر لكم المتابعة لمزيد من القراءات في الأسواق إجمالا تابعوا كل جديد عبر غرفة الأخبار في إيكوتي يمكنكم زيارة الرابط الخاص بالغرفة أيضا بما يتعلق بالمحاضرات التدريبية ويبنرز والسيمينرز يمكنكم أيضا إيجاد الرابط الخاص بأكاديمية إيكوتي أسفل هذا الفيديو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر